بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين مرحبا بحضرتكم جميعا الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في الجزء الثاني من الدورة الثامنة لخط الرقع المجانية من دورات حسن خطك أونلاين إن شاء الله يا أخواني الكرام وعلى بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم نستكمل ما بدأناه من الحصة أو نستكمل الجزء الثاني كتبنا في الجزء الأولاني يا أخواني الكرام وصيام يوم عشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب إن شاء الله بإذن الله يا أخواني الكرام هيكون عندنا الآن كتابة الحروف أظن إن شاء الله الأستاذ الشيرين شافت حرف أو كلمة السنة قبل أن يغلق البرنامج صحي يا أستاذ الشيرين صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أستاذ الشيرين طيب إن شاء الله بإذن الله الآن يا أخواني الكرام إن شاء الله الجهاز لسا بيحمل الجهاز الثقيل اليوم الله يصلح حاله وحالنا وحالكم جميعا يا رب العالمين هيكون عندنا حرف إيه؟ حرف جديد ألا وهو حرف السين بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء الله نأخذ اليوم حرف السين مع الحروف الصاعدة صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم نكتب حرف السين مع الحروف المتصلة بحرف السين الحروف الصاعدة الحروف الرأسية اللي طلع الفوق فأول الحروف ديات إن شاء الله بإذن الله بعد أن نصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم هيكون عندنا حرف السين مع الألف صلنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني ايه الحبر ما يمشي ثقيل ولا ضعيف ضفت له مية اذا الحبر مش بيمشي معك على الصفحة هو الحبر بيكون جاي ممتاز جدا طالما انت مش عامله في البيت فالحبر هيبقى ممتاز بس انت محتاج البوصة بتاعتك تمشيها شوية على السنفرة السنفرة اللي انت اشتريتها دي مشي البوصة شوية عليها علشان خاطر ممكن للعب مش في الحبر لعب ممكن يكون في البوصة بسنفرة نعمة تشتغلش بسنفرة خشنة خالص انعم حاجة على قد ما تقدر تجيب بسنفرة نعمة هات سنفرة نعمة وبل البوصة في الحبارة وبعدين يا اخويا احمد بعدين حضرتك تروح بعد ما تبل البوصة في الحبارة تمشي بقى تكتب تكتب احمد عبدالغني تكتب اي شي انت حابب تكتبه تكتبه ان شاء الله بالبوصة يقوم يسهل مع حضرتك عملية تنعيم البوصة طيب صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم نعم طيب يا اخواني الكرام احنا قدامناك كتاب الله يهديه ويفتح عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم هنشوف حرف السين مع حرف الالف يال حسن خطك الله نعم انا ببحث الان عن حرف السين ان شاء الله يفتح معنا يظهر قدام حضرتكم وجزاكم الله خيرا يا اخي نعم الحمد لله ظهر حرف السين قدامنا على الكاميرا ان شاء الله نشد حلنا حرف السين سهل يعني حرف الجيم اصعب منه حرف السين اسهل من حرف الجيم صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فمبدئيا هنأخذ الحرف اللي قدامنا امتداد السين يا جماعة الخير ويالحسن خطك اونلاين ثلاث نقاط زي ما احنا شايفين على الشاشة امامنا اهو السين ثلاث نقاط والالف اربع نقاط او خمس نقاط طيب صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب هنبدأ ان شاء الله نتجه للكاميرا العملي هنأخذ حرف السين مع حرف الالف بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما سطرش صفحته او اللي مش ميجهز صفحته ان شاء الله يتفضل يجهز صفحة لحرف السين صفحة جديدة لاتصالات حرف السين مع الحروف الصاعدة واقل حرف نكتبه ان شاء الله اقل تكرار لأي حرف ان شاء الله يكون عشر مرات. بعد ان تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب يا اخواني. نتوجه ان شاء الله لكاميرات العملي. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الدرس السبع والعشرون نعم. نعم اليوم سبعة وعشرين يا اخواني الكرام. الدرس سبعة وعشرين. الله يبارك فيكم. طيب نشوف كاميرات العملي ان شاء الله باذن الله. بعد ان تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم حرف السين او الشين. بيبدأ بالزلف بتاعه. والترتيب اللي انا هكتب به ان شاء الله حضراتكم ايضا تكتبوا بيه. بعد ان تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. صلنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. انا هاجي يأسات زي يا كرام ويقال حسن خطك هاجي من قبل السطر من هنا. من ارتفاع. فوق نقطة عن السطر. يعني انا هاجي قبل السطر بحوالي نقطة. نقطة فرار وبعدين هطلع. واخد. بحيس الالتقاء هنا يكون زاوية قايمة. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. المكان ده هيكون هنا زاوية قايمة. واضح يا اخواني الكرام. والاخوات الكريمات. طيب. المسافة دي كم نقطة? المسافة دية لو انا قاستها هتكون تلات نقاط. بعد ان تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الفراغ ده حوالي نقطة. لارتفاع ده اربع نقاط. هو تلاتة. يعني ازا جيت انا اس من من قدام من قدام السين من هنا هلاقي ده تلاتة وده تلاتة. وده اللي كنا بنتكلم فيه حصة النسخ فيه النهاردة يا ابو احمد. مبدأ التوازي. مبدأ التساوي. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. واضحة يا قال حسن خطك اونلاين. طيب. هعملها كمان مرة. هعيدها كمان مرة. بعد ما حضراتكم تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. انا باجي من قدام من هنا. بعمل الزلف بتاعي. تمام? هاخد من الزلف دوا وامشي حوالي تلات نقاط. ماشي يا ابو احمد. تلاتة يا حاجة. بعدين حضرتك. الزلف بعمله من فوق التحت اسهل. ازا انا بزبطه بانا بزبطه بس لكن هو ازا عملته من فوق التحت اسهل. لما تبقى محترف ان شاء الله هنلاقيك تعمله من تحت الفوق. طيب? ان شاء الله باذن الله. تحترف الخط ويكون خطك رائع. هتلاقيك بتعمله من اي اتجاه طلب منك. هتلاقيك بتعمله بالسهولة جدا. بعدين اجي من فوق. هاخد من هنا لقطة. هشوف بعنايا واجي من فوق. اروح نازل على الجزء ده. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم وتقبلوا هنا عند سطر الايه? الاساس. تمام يا الحس نخطك اولاين? تمام حضراتكم? طيب. لو ده كاف يبقى اللي فات ده الف. طيب لو ده كاف هسيب قدام دي بالزبط هبدأ. قدام دي هسيب يعني حوالي نقطة. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هاجي من فوق. اخد الزلف بتاعي. بعدين هاخد السين. اهو. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم عريض جدا يا احمد اهو. سؤالك تاني. اكتب سؤالك تاني. كيف اجعل خط الذي يأتي من اليسار من اليمين لليسار سميك? هنمشي بالعرض. بعرض البوسة. تخلي البوسة عريضة هكذا. اهو. ما انت ما تمشيش كده. ما تسحبش كده. شوف ما تسحب ما تسحبش كده. لا انت تمشي بعكس البوسة. بضهر البوسة. طيب هطلع بالعصاية. هنزل بيها على تحت. اللي هي الالف او عصاية الكاف او اللام. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. الله يهديك ما تبكسلش يا تليفون. تمام حضراتكم? طيب ايه تاني يا استاذ? هروح جاي. جاي بقى بحوالي نقطة. عصاية الكاف هاجي بحوالي نقطة. هسيب فراغ حوالي نقطة. هاخد منها من هنا اهو. قدام دي زي ما قلت لحضرتك. قدام هده اللي انا باخد منه. وبامشي من جوة تلات نقاط ومن بره اربع نقاط اهو. اهو. طيب يا استاذ يبقى من بره. اربع نقاط. حلو? ومن جوة زي ده من بره لو انا قست من بره من هنا هلاقي اربع نقاط. وده من بره من بره من جوة هلاقيهم تلات نقاط. صلنا على النبي ودول من جوة هلاقيهم تلات نقاط. والتكوز ده نزل حوالي نقطة. والفراغ هنا حوالي نقطة. واللي ارتفاع ده هو? ده هو ازيد بحوالي نقطة. يبقى فيه هنا نقطة. فيه فراغ هنا نقطة. فيه فراغ تحتها نقطة. عايزين حاجة كمان? حاضر. وجمان جوها حوالي نقطة كمان. ايه كمان? ودي رايحة تشير على دوان. هنعملها تاني. اخر مرة ان شاء الله. ركز يا بو حميل. هاخد زلف. شوف الترتيب اللي انا بكتب بيه حضرتك. واجي من هنا نازل على الشمال بهذا الشكل. تمام يا استاذة سارة حسن? اهو. واجي من فوق. يا استاذة هناء. ويا اخويا احمد. جيت من فوق افلت عليه قدامها. قدام دي باخذ منها الزلف اهو. النزول بتاعها كتف الكاف. حلو? هروح واخد منه. اهو. بتكوس. اطلع لفوق. هنزل. اهو. طيب. لكنها باق بالضبط. الجزء اللي تحت ده. الجزء ده هو باق بالضبط. رفيع من هنا. واتخين من هنا. وانسيابي. مارن. اما بص ده ناشف. وهنا في زاوية قائمة. حلو? تمام? وهنا كمة التكعر في التلت التالت. في اول التلت التالت. مش في النص. جميل? طيب. دي اعلى بحوالي نقطة. طيب. يلا نشوف. السين مع حرف اللام. هي هي. نفس اللي عملناه دلوقتي هنعمله. ولكن عصاية اللام هتكون اعلى بحوالي نقطتين ونص او نقطتين. ما هو حضرتك التكرار البوصة اصلا هتضع. هي اللي هتسمع كلام ايدك. البوصة. مش هقول ايدك هي اللي هتاخد على لا. البوصة هي اللي هتاخد على اديك. هتتعلم على اديك وتتزبط. تعرف زاويتك وتعرف زاوية مل ايديك. ده ده كله البوصة يعني خلي بالك يعني. البوصة هي اللي هتتزبط على اديك. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. يلا نشوف السين معك. انا هاخذ من هنا. طبعا انا هطلع فوق السطر حوالي تلت نقاط. ياه. عشان هعمل السين ابعد عن السطر. حوالي تلات نقاط. اده نقطة. اتنين تلاتة. يبقى بتخيل السين اهاني. حلو يا الحسن خطك اونلاين يا استاذاني فين. تلات نقاط. هنزل منهم نقطة ميل السين. بقي عندنا كم من التلاتة. وهو سطر الاساسة هو. انا طلعت تلاتة. ونزلت ميل. هنا في نقطة. اللي هي النقطة دي. يبقى بقي كم نقطة عن سطر الاساس. ركزوا معي وردوا علي يا الحسن خطك اونلاين. بقي اتنين. حلو. تمام يا استاذة شيرين. هجيب العصايا من فوق برضو اتنين. او اتنين ونص. لكن مش تلاتة. تمام? لان دي تلاتة. ازا جينا بصنا على دي تلاتة فمن المعتبر ان دي اكثر فاذا هي اقل من تلاتة. وانزل بيها نقطة نزلنا نقطة اهو. هي صحيح نقطة مش مستوية لكن هي آآ شبه مسلسة لكن نزلها طول ونقطة. حلو? وهسحب منها وتدور على نقطة. حلو? يبقى دي النقطة التانية اللي هي بتاعت اللام. وصلت حاجة طبعا الفرق ده. لقينا فوق حوالي اتنين وهو تكوس على نقطة لكن التسعه كله تلاتة. جميل? وزي قاعدة النزول والدورانيات كلها كمة التكاعر في التلتة التالت مش في النص. وصلت المعلومة يا قال حسن خطك ملين? وصلت شرحنا السين? طيب يلا نشوف السين مع الهاء اللي خدناها النهاردة في كلمة سنة يا استاذة شيرين. هاخد حرف السين اهو. تمام حضرتك? وبعدين اخد منه. طبعا على ارتفاع نقطة. من على السطر. هاخد منه. وهنزل. في شبه تكوس بسيط في السين. يعني هي اه انا بقولك نشفة بس فيها شبه تكوس. وبالذات السين اللي مع الهاء دي. حلو? بمشي كم كم نقطة ياللي مركزين. ها? ياللي هتردوا علي. يسر الله لكم الخير يا دكتورة تكوى. باجي من فوق. باطلع نقطتين يا احمد. حلو? ايه لي اربع نقاط? هو ايه لي اربع نقاط? قل لي تاني هو ايه لي اربع نقاط يا احمد. مش احنا قلنا السين دايما تلات نقاط يا ابو احمد? ها? تلات نقاط من برة اربع نقاط. ازا انا جيت اقس من هنا. ليه? دي دخلت فيها. الدراع ده دخل فيها والجزئية دي دخلت فيها فاصبحت من برة اربع نقاط من تحت يعني. لكن من فوق تلاتة. حلو? ماشي. هنروح واخدين بقى حرف الهق اهو. شوفوا انا طلعت شوية كمان. واروح جاي ساحب. وراجع تاني. حلو? يبقى من فوق ده نقطتين. وهنا حوالي نقطة. يعني قريب من نقطة. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام? اذا جاء حرف اللام في نهاية الكلمة مع حرف واحد. هل يكتب بنفس الشكل? اه? نعم. يا اللي سألت السؤال. مين اللي سأل السؤال الجميل دول? استاذ ابراهيم. اه يا استاذ ابراهيم. اي لام? كل اللامات كده يا استاذ ابراهيم. حلو? كل اللامات بتنزل سنة نفس اللام اللي عملناها اليوم. حلو? طيب. اه. بالضبط هي اللام كده يا استاذ ابراهيم. طبعا دي يا ألحسن خطك اونلاين بتشاور جهة الساعة واحدة ونص تقريبا. تمام? اللي هي نهاية الزلف ده. تمام حضرتك? ماشي. وشوفنا السين والهاء. هنعملها تاني السين والهاء. بعد ان تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. سهلة جدا السين والهاء. اهو. الزلف. ااخد من الزلف. احاول المايل ده. الافك ده يكون اعرض من العمود يا استاذ ابراهيم. واقف. عند سطر الاساس. واجي من فوق مايل اهو. نقطتين اتنين. واروح جاي واخد ساحب منها شوية لفوق اهو. شفت طلعت ومشيت لقدام واروح ساحب منها وقافل. جميل? دي السين معه الهاء. حلو? طيب. هنشوف السين مع اللام ماد بالالف. اهم حاجة السين مع اللام ماد بالالف دي بدايتها. ازا بدأت بدايتها صح. هتخليها بشكل جميل وهتطلع معك بشكل جميل. يا استاذ ابراهيم ويا استاذ احمد عبدالغاني. بعد ان تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اذا يا استاذ محمد فرحان? لان السين مع اللام ماد بالالف ما بتجلسش على السطر زي السين مع الهاء. لأ بتعلى شوي. فانا بنصح حضرتك خليها نقطتين. تمام? يبقى نقطة السين والنقطة التانية اللي هي بتاعة اللام ماد بالالف. اهو. هاجي من هنا. حوالي نقطتين هم. وانزل منهم نقطة السين. حلو جميل? وبعدين عصاية الالف حوالي. نقطتين. يبقى مع النقطة دي بارتفعنا عن السطر الاساس تلات نقاط. تمام? طيب. من نهايتها ما تعملش انكسار. لا خد منها كده اهو. اهو. تروح واخد وساحب منها على بعيد خلص رأة كبيرة اهي. ويتصبطها. علشان تطلع معاك بهذا الشكل. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فينا حوالي نقطة. طيب. الارتفاع ده. حوالي نقطتين. اللي هي كتف اللم الف. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. ده هي رأة كبيرة. وطبعا الالف في النص. اتنين نقطتين من الشمال ونقطتين من اليمين. ما دي حوالي اربع نقام. يبقى انا بنزل ونفس الارتفاع دوا. اهو نفس الميل بتاعه. انزل على الالف. على قعدة اللام. يبقى الخرج ده حوالي نقطتين. والفرق ده حوالي نقطتين. وديت حوالي تلات نقاط. طيب. ودي ممكن تكون اعلى بسيط حوالي نص نقطة. لكن نفس الميل بتاعها هو نفس الميل بتاع اللام. جميل? وايه تاني. هذه هي اللام مد بالالف. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام? طيب احنا كده خلصنا الحروف القائمة. اخدنا السين مع الكاف. والسين مع اللام. والسين مع الها. والسين مع اللام مد بالالف. انا بشكركم جدا علشان ما نطولش عليكم. ان شاء الله باذن الله تتدربوا عليهم. تكتبوهم. اقل شيء. اقل شيء كل حرف عشر مرات عشرين مرة يكون افضل. وان شاء الله ترسلوا الواجبات. الان استأذنكم تفتحوا الكاميرا اللي كتب. بإذن الله. فرجنا على شغله الجميل. ومستواه الرائع ان شاء الله. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. هل نتوجه للكاميرات الجميع ان شاء الله بإذن الله. عند استاذ فريحة. استاذ محمد فرحان. استاذ امال الصيد. استاذ حنين سالم. استاذ منة الله حسن. استاذ رشا. استاذ نبين سالور. استاذ سارة حسن. استاذ ابراهيم العثمان. استاذ مين تاني. استاذ تكو عبدالحكم. طيب يا الحسن خطك الله. نستأذنكم ان شاء الله ناخد صورة جماعية لشغل حضراتكم. كلكم. طيب. نعم. يلا. بسم الله. لنت كتبته. خط استاذ امال ممتاز ورائع جدا. دفتر عند الاستاذ امال. ما شاء الله. نعم يا احمد يا عبدالغاني يا بطل. طيب يا اخواني. انا اخذ سكرين شط الان للي كتبه. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد. اثنين. ثلاثة. جزاكم الله خيرا. تقدروا تقفلوا الكاميرات دلوقتي. وان شاء الله اللي حابب يصحح يخلي دفتره مفتوح. نصحح له. واللي ان شاء الله لسه ما كتبش يقدر يكتب. ما زال هناك التسعة في الوقت ان شاء الله. فرسان. طيب يا اخواني الكرام. فرسان الليلة بارك الله فيك. نعم. طيب يا سلزة يا كرام. ان شاء الله تفضل يا دكتورة منة الله حسن. منة الله حسن. نعم. تمام يا استاذة آآ منة. انا في دفتر حضرتك الان. تمام. ممكن نشاور بسن القلم. السين مع الالف يا استاذة منة. السطر التاني اول وحدة في السين مع الكاف ارتفاعها حلو. تمام. السين مع الكاف. هي دي السين حلوة. احلى سين. تمام. والسين السادسة في السطر الاولاني. ايوة. السين السادسة جميلة جدا. بس عايزة اقول لحضرتك حاجة. مش من شوية يا استاذة منة. قلنا مبدأ التساوي. قلنا جسم السين قد ارتفاع الالف. صح? فاحنا محتاجين حضرتك مش هتقصري الالف. ارتفاع الالف جميل. محتاجين من حضرتك تكبري السين شوي. يعني شوف اللي عملتها لوحدها فوق دي. اللي فوق. تاني واحدة في اللي فوق. اه. الطول ده متناسب مع الارتفاع. صح? وعننا مرتاحة معاني. وعملي زي ما سألني احمد عبدالغاني. اعملي الزلوف الاول وشلق ديكي من على الكراس. او سن الالم شلق سن الالم من على الكراس. وبعدين روح يسحبه للشمال وطلعه او جايبه الالف مقابلة ليه. تمام يا دكتورة منا? طيب ورين الكاف. مستعجلة حضرتك. حضرتك بتكتبي باستعجال مش مستوى منا اللي انا عارفه ده يا استاذة منا. ومنا ملهاش ظهور على على الساحة من زمان. اكيد هناك سبب وماما عارفة السبب. ها? بس انا مش عارف السبب ومش عايزة عارفه. اكيد هناك انشغال. بس انا عايز قبل منا اللي بقول لها هتعمل كتاب. صح ولا غلط? طيب يا اختي اه استاذة منا. طيب. عندنا حضرتك. عندنا حوالي اربعتاشر كاف. صح? تعالي بقى. تعالي حضرتك نشوف الكاف رقم تلاتاشر. حلو? ده احسن شكل للكاف. ولكن هناك ملحوظة واحدة صغيرة. الدال طولت شوية. يعني بطن الدال طول شوية من عند حضرتك. هو من جوه نقطة واحدة بس. يعني يكسر. اللي هو الكتف الاول. يعني الدال مكونة من جزئين. جزء عمودي وجزء افقي. الجزء العمودي ده اللي طول. محتاجي لكن السين مع الهق مش عجباني. ليه? الزلف مش عاجبني. مش مش عارف ليه الزلف ليه مش عاجبني. قبلة منا. انتي من الاسزة الممتزة. من الاخوات الممتزات. طيب يا استاذة منا. ولكن هقول لحضرتك. اعملي الزلف وشيدي سن القلم. وروحي بدقة من جسم السين من فوق. مكملة نزل. وبعدين الزلف يقال حسن خطك اونلاين. لو بصيت وعندي في الدفتر. هتلاقوه. يعني جاي من سميك الى رفيع. يعني يا استاذ منا. يعني حضرتك وانتي بتعملي. الزلف يا استاذة منا. بتضغط كتير في بدايته. ونهايته بتخفي الضغط. بيروح طالع معاكي. تخين ورفيع. فهم الحركات دي اللي عملناها من زمان يا قبلة منا. آه نعم هو كده. ماشي? السين لما مد بالالف محتاجة تتضرب عليها استعجلت عليها. ارجعي للسكرينشوت. وانا كمان هارسل لحضرتك من الكتاب بقى. مش من خطي. هارسل كمان سكرينشوت من الصفحة كلها اهو. تمام? عشان اخويا احمد يمنتجها ويروح يرسلها لكو تاني. اهو الصفحة بتاعة الخطات احمد صبري زايد. انا اخدت منها برينت سكرين. عشان برضو تقدر تكتبي دلوقتي. يا استاذ منا. انا هارسلها على الجروب حيالا. واخويا احمد لو استطاع انه يمنتجها ويرسلها لكو تاني. زيارت زبطها يا ابو احمد انا رسلتها على الجروب. هاتها وارسلها تاني بعد ما تعمل لها دونلود وتقص اص الزيادات اللي فيها. تمام يا اسادة منا? طيب. شكرا لحضرتك. اكتبي الاية اكتبي الحديث اللي كتبناه او الجزء اللي في الحديث اللي كتبناه. بعد ازدك. وارسلل لنا شغل حضرتك الجميل ده يا الله منه. انا انا ما كنتش بجملك لما بقول لك اهو 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 الخط مننا اللي انا عارف. ما تنزلش بالهمزة على السطر. وحاجب العين يميل شوية جهة جهة اسفل. ورينا العين التانية برضو يميل شوية ويأسر شوية. حاجب العين. العين التانية عندنا في كلمة على. اه. يميل شوية. الحاجب ده ينزل يميل شوية تحت يا قبل منا يشاور على الساعة خمسة. فهمني? حرف الها انا اتكلمت مع الاخوات قبل كده. معرفش انت كنت موجودة ولا غايب. ناخد منه والروح جايين نزلين اللي حتة اللي في قدي تكون منكسرة. هتستعجلش قبل منا. والله ما جاملتك لما قلتلك تقدر تعمل كتاب. انا كنت في مكتبة في احدى المكتبات في قطر هنا شفت كتاب خط. فرقت عليه خطك احسن منه. حد خطات ببيع كتاب خط منه احسن من الخط اللي انا شفته. والله ما بجاملك. استمري ومش تستهتر بمستواك. بس انا نصحت حضرتك. وماما عندك اكيد سمعاني وشايفة شغل حضرتك. واهتمامك. كملي ما انت بازلتي وما تضيعيش اللي انت تعبتيه. يلا الله يعينيك. شكرا لحضرتك. سلام عليكم. نروح لام منا. دفتر استاذة شيرين. استاذة راشا عفوا. جميل. الخط بدأ يتحسن اهو. عن الحصة اللي اللي فاتت اخر حصة كنا شفنا المستوى فيها. بدأنا نصغر الخط شوية. دي حاجة كويسة. اعملوا خط قمة عشان تمشوا عليه. جميل. نعم. اه الالف تتخن بقى. معرفش المرة اللي فاتت كانت الالف رفيعة. هنا رفعت خالص. يعني تاني الاف في مع السين. وعايزين نكتب كتير كمان. يعني اضعاف الكتابة اللي احنا شايفينها يا ام خالد. تمام? وميل الالف التاني دوان اللي عند سن الالام احسن من ميل اللام. وسمك الالف ده احسن سمك في الصفحة كله. السين مع المد بالالف اللي في السطر التاني هو ده السمك اللي احنا عايزينه بقى. زمان من كم حصة كده كان السمك تخين خالص. والنهارده السمك رفيع. الغالب السمكاء الاسماك اللي قدامنا. طيب ولكن السمك اللي حاليا اللي هو تاني سمك حلو جميل. اللي هو تاني سين مع المد بالالف جميل. والاولاني برضو مش بطال. تمام? مش وحش. لكن الوحش هو الانحناء. تمام حضرتك? الخطأ الانحناء في الالف مش العموتي. انا عارف ان البوسة احساسها غريب على على الصفحة وسمك البوسة نفسه. احنا بنمسك القلم يا قال حسن خطك اللي رفيع. الاخت ولا الاخ لما يجي يمسك البوسة ايه ده? ماسك حاجة في ايه? ما شاء الله عاملة عاملة زي صبع الموز كده كبيرة ولا عاملة زي آآ حاجة لها آآ سمك مختلف. تمام? ده 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 فحد ذاته. اصلا انت لما بتاخد على البوسة بتتعرف على السمك دوان. البوسة نعمة. حلو? البوسة احتكاكها السطح بتاحها غير السن الالم. فكل الاشياء ديت انت اصلا محتاج تكتسبها. مش مش هنضغط على الزرار خلاص. تمام يا استاذة آآ شيرين? طيب هقول حاجة كمان. السين مع اللامة دي بالالف كقعدة خلوا السين اعلى شوي. نقطة. السين مع اللامة دي بالالف. آآ السين كلها تعلى نقطة. لو رجعته بصوته بصوته. انا بحب صوت البوسة يا احمد ايضا. وريحة الحبر بحبه كمان. تمام? آآ فاذا هتعلى يا استاذة شيرين. يا استاذة راشا. آآ نعم احسنتي. تمام? واستمروا. نهاية اللام مادة بالالف. تعالي حضرتك مع نهاية اتصال اللام. السين مع اللام. لا مش من هنا. من من اللي قبلها. الحتة اللي قبلها. آآ الحتة دي بتبقى يعني من فوق آآ بتاخدها زي نهاية الهاء كده. مش بتسحبي التحت. بتسحبي من فوق. لو رجعت بصيت حطي دايرة هنا وعملي عليها علامة معينة. وحضرتك كرنيها بال بالكتاب الصورة اللي انا ارسلته. تمام? لكن في تقدم بس احنا عايزين استمرار بقى احسن من كده. عشان يعني شوفي اختنا صلاحة كانت بتحضر من السنة بالزبط كانت بتكتب بالبوصة. تمام? فان شاء الله ربنا يصل لنا وإياكم الخير. وانت عارفة مستوى استاذة راشا بتاع السنة الفتاة كان عامل ازاي كان رائع وممتاز جدا. بس استاذة راشا ما كتبتش بالبوصة. فضلت تكتب بس بالقلم الرصاص. فان شاء الله دلوقتي هنعوض اللي فده كل. جميل جميل. بس حضرتك سطري. سطري خط خط ارتفاع وخط آآ خط كمة وخط اساس عشان تزبط عليهم الشغل. تمام? جميل. جميل بداية جميلة جدا. آآ ملي العين هنا حلم. تاني كلمة عشوراء. بس هتقطعي منها حتة زيارة من البداية كده. هنا يا 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 منها. لأ حاجب العين. اللي حلاحظته عندي منها. آآ طعي ايوة طعي جزء كده. والميل عند ماما هنا ممتازة يا منه. ميل حاجب العين. تمام? آآ قاعدة العين ده ان العين طلعوها شوية بقى. اللي قطعتوه من فوق ضيفول تحت. يطلع لي قدام يتقدم قدام حوالي نص نقطة عن الحاجب من فوق. حلو? طيب شكرا لحضرتك. جميل. جميل المستوى. ان شاء الله بعثوا الشغل الجميل ده وما تخجلوش. والله ما تخجلوا. شغل جميل جدا. استمروا وان شاء الله هيكون المستوى افضل وافضل. وانا قلت الاسباب اللي مخليها الخط دلوقتي كده. هناك اشياء جديدة كثيرة جدا جديدة علينا. شكرا يا ام خالد. استاذة حنين. حنين سالم. الله الدكتورة. اللي طلع بقى بت بتثبت للجميع ان هي ما كانتش بتلعب زمان. انا يعني ممتن ومنبهر بالخط الجميل اللي بشوف. الله اكبر. ما شاء الله. اعمللنا زوم يا دكتورة حنين. نعم. جميل. ربنا يبارك فيكم يا ام خالد. شكرا لحضرتك. نعم. آآآ السين. الحاء والسين والتاء. والتاء والسين يا استاذة حنين. وصيامه جميلة. الواو. ارفعي رأس الواو شوي. يلا نمشي على السطر الاولاني ده الراجع بواحدة واحدة كده يا دكتورة حنين. بس بها دقيقة. لو فصل هندخل تاني ونصحح لحضرتك. ادخلي مباشرة عشان نكمل تصحيح لحضرتك. رأس الواو وصيام. ترفعيها شوي عن السطر. عشان تعملي رأبة للواو. هاشي? يلا عمل لي صح? اي نعم. واعملوا زوم يا قال حنين على الواو دي علشان خطر يكون واضح لين. اتوها في نص الصفحة شوي. نعم. تمام يا قبلة حنين? السطح حلوة. خلي في مسافة حوالي نقطة بين الصاد والسنة بتاعتها. تمام? يعني زي المسافة اللي بين سنة الصاد والياء هي نفس المسافة بين الصاد وسنة الصاد. يلا عملي صح. كمان. ازا انت موافقة معي. تمام? الميم جميلة والياء جميلة ما تكبرش المسافة بين الياء